نجد الرجل المهندس اللي في القتيل اللي بشتغل الباش مهندس راح والباش مهندس جي الباش مهندس راح والباش مهندس جي النجم راح بقى ابتدنا نعمل أفلام فبقى النجم رايح والنجم جاي في القتيل مش عارف ايه انت مسلت وانت بشغال مهندس انا عملت ورقة شفرة وكنت بشتغل في شرم الشيخ كنت بنزل أجازات أصور وارجع بصراحة مديرين يعني كانوا بغطى علي في الموضوع ده يعني يمكن لهم ما كنتش مسلت خلص وعملت بعديها سامير وشهير وبهير وكنت بقى رغب بعدها بقى قلت لأ خلاص بقى يعني كده الرزق قلي جدا ان انا سيب شغلي انا دلوقتي اه حق خطر ان انا سيب شغلي واشتغل بس انا برضو اعملت فيلمين الحمد لله نكحين فخلاص بقى الرزق بقى قليل جدا فقدر يعني انا خدت مخاطرة بس محسوبة برضو بس التمسيج ازاي يعني واحد شغال مهندس وشغال لان احنا من الجامعة اصلا احنا ابتدينا ان نعمل افلام انتو مين انا وفاهمي وشيكو كنا شل من 11 واحد انت وفاهمي وشيكو زملة من كم سنة انفاهمي عرفه من سنة 95 لان كنا بنلعب مع بعض في فرقة كرة واحدة في نادي الصيد وبعدها دخلنا الجامعة سوا فبقينا مع بعض وراحين جايين نروح الجامعة ونرجع نتمرن شيكو وتعرفت عليه في الجامعة وسنة 96 عمر طويل اه عمر طبعا دخلتوا مع بعض اول تجربة ازاي بقى احنا عادنا فترة انت كنت بتمثل في البيت مثلا بتقع تقول ان عايزة عامل احنا شايف نفسي يبقى ممثل احنا كنا شل عادي جدا 11 واحد او اكتر مش فاكر يعني كم وبنخرج احنا كنا بنمثل على ناس فعلا يعني احنا ممكن نجيب بواحد صاحبنا نمثل عليه ان احنا تجار مخدرات وان احنا معانا بودرة دلوقت في شنطة العربية ورايحين نسلمها ونتفق مع بقية صاحبنا ان هما هيقابلونا في مكان كزا ونقلب نور ويقلبوا نور وان احنا عايزينك تيجي معانا تسوق انت لان مفيش حد يسوق ونروح هناك وبعدين نعمل ان البوليس هجم علينا او نعمل ان احنا رمينا واحد صاحبنا من العربية وده مات ولازم ندفنه قعدنا مثلا فترة كبيرة نعمل القصص دي وفي ناس بصراحة يعني معنا في الجامعة وكده تتقاذوا بسبب الموضوع ده يعني في ناس اتعقدت وفي ناس بطلت اهليها ينزلوها من بيتها فكنا مؤذين جدا في الفترة دي شكرا